بشكل مفاجئ انقطعت يوم أمس خدمات فيسبوك، إنستغرام وواتس أب لمدت ست ساعات وخلقت حالة من الهلة عند مستخدمية ليلجأوا إلى موائع بديلة صرت العالم نفتش على شيء على شيء أبيكيشن بس حتى شيء تاني ليمشوا حالا في العالم بيعتمدوا على السوشيال ميديا تيتوصلوا مع ذير فاميليز لأنه ما فيه طريقة تانية استعملت سنابتشات شوي وكل عادة توحد بياخد بريك إذا من وقت لوقت يعني فيسبوك طبعا مستخدمي إنه السبب وراء توقف خدميته هو تغيرات في أعدادات أجهزة راوترز أي تقني بحد ولم يتعرض القرصني من قبل المراهق الصيني كما تنيأ للبعض قصة السابي دي صارت هي لأنه موائع تواصل الاجتماعي من تشر هيدا السابي فيديوات لإله وعم بيقوم به هاكينك وفي حدا عمل معه مقابلة إنه قديه هو زكي وشطور وإنه هي كان هاك رصاص فربطوها عم نولى لينكا فيك نيوز يعني هلا اليوم في كتير شيء عاب تقول إنه معقول يكون سايبر أتاك فيسبوك عم تنكر هيدا الشيء لأنه فيسبوك حاليا بعدها عم تعمل تحقيقات أولية هلا إذا صار عنده هيدا الشيء فيسبوك مجبورة تقول لأنه في نيس عندها داتا عندها وبتتعرض لمريحة أين وني ملايين من الناس حول العالم بيستخدموا فيسبوك إنستجرام وواتس أب من أجل عملهم فهل تعاوض الشركة الخسارية اللي تكبده أليه بسبب تعطل خدمتها؟ إنت إذا وقف الفيسبوك طبعاك إذا كنت عامل سبونشور أو آد أو واتفر اليوم ما نصرفت منك الأرباح ما صار في ريتش أو ما صار فيه يعني صرف للمبيع اللي إنت حاطتها كسبونشور هلا إذا بتقولي التعويضات إنه اليوم ما صار فيه عنده نبيعه وهيك اليوم فيسبوك ما إنه الشركة متعقدة معه وإنت اليوم تتفعيله من أرباحك اللي بتقومي فيها تايقوم يعود لك اليوم فيسبوك هي مواقع تواصل موجودة أنت بتقوم بوضع الشوب عندك أو غيره هو بسهلك الترويج فأكيد اليوم لا مش مشغور يعود لك أبداً لم يقتصر العطل على فيسبوك فقط ففي بعض البلدين ولبنان من ضمنها شكى بعض مستخدمي الإنترنت من توقف أو بطء شديد في جوجل، تيك توك، وليكت إن لم يكن العطل في خدمات فيسبوك الأول من نوعه ولكنه الأأسى على عالم أصبح يعتمد بمعظمه على مواقع التواصل في كل تفاصيل حياته اليومية فهل تتخيلوا حياتكم من دون فيسبوك؟ اشتركوا في القناة